ما الخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين في الأمم المتحدة؟ الخيار الأول تقديم طلب للأمين العام للأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة يرفعه إلى مجلس الأمن ليتم التصويت عليه وهو الخيار الذي قرر الرئيس الفلسطيني المضي فيه هل يمكن للفلسطينيين أن يحصلوا على دولتهم في مجلس الأمن تحديداً في ظل الظروف الراهنة؟ لا لا يمكنهم أن يحصلوا على دولتهم في مجلس الأمن ولو وافق العالم أجمع لأن الولايات المتحدة أعلنت صراحة أنها ستستخدم حقها في النقد الفيتو إذن ما الخيار الثاني أمامهم؟ التوجه إلى الجمعية العمومية في الأمم المتحدة للانتقال من صفة مراقب إلى دولة غير عضو هل يمكنهم ذلك؟ نعم لأن ذلك يتطلب أغلبية بسيطة لا أغلبية الثلثين كما هو الحال في الخيار الأول وإذا تذكرنا أن أكثر من 126 دولة يعترفون أصلاً بدولة فلسطين فهذا يعني إمكانية الفوز بسهولة بهذا النوع من التصويت لماذا تخشى إسرائيل وحلفاؤها من هذا الخيار؟ الحصول على لقب دولة غير عضو قد يمكن الفلسطينيين من الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي سيكون بإمكانهم رفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل وقادتها ألا يمكن لإسرائيل أن تفعل ذلك أيضاً عند حدوث عمليات ضدها؟ بلى سيكون بإمكانها حينها أن تقاضي الفلسطينيين أمام المحكمة وخصوصاً ضد حركة حماس في غزة ما الذي سيتغير عملياً في واقع الصراع؟ لا شيء سوى رمزية الخطوة والدعاوى المفترضة فالاعتراف لن يكون بديلاً عن المفاوضات ولكن ماذا عن الأراضي المتنازع عليها والمعتقلين؟ المفاوضات هي المخولة بحل هذين الملفين ولكن هذين المصطلحين سيتغيران إلى الأراضي المحتلة بدلاً من المتنازع عليها بالنسبة لإسرائيل طبعاً وإلى أسر حرب بدلاً من معتقلين بالنسبة إلى إسرائيل والعالم طاهر بركي العربية